العالم يحتفل بالأطباء بل العالم يختبئ خلف الأطباء اللي بيدفعوا عن العالم وحدهم واللي بيمثلوا خط الدفاع الأول لمواجهة والتصدي لجائحة وفيروس كورونا أما في مصر فلما جوم يحتفلوا بالأطباء أو يفتخروا بالأطباء فسموهم الجيش الأبيض مش مهم لأن احنا في مصر ما ينفعش حد يبقى مقدم أو حد الناس تفتخر به إلا إذا كان ينتمي للجيش أو ينتمي للشرط لكن هنعديها ونفوتها ونسميهم زي ما سموهم في مصر الجيش الأبيض اللي المفروض الشعب المصري كله بل النظام قبل الشعب يحتفل بهم ويوفر لهم كل سبل الحياة الكريمة لأنهم دلوقتي معرضين للخطر في كل لحظة في بعض دول العالم بيقف الجيش الوطني عشان يعمل تعظيم سلام للأطباء بعض الدول بتوصل احتياجات بيوت الأطباء لحد بيوتهم والحد أولادهم لأنهم مش فاضيين مشغولين بالأبحاث ومشغولين بالعلاج ومشغولين بالتصدي لفيروس كورونا أما في مصر وفي وقت غريب وقرار غريب في الوقت اللي العالم كله بيبص للأطباء طلعت أو قررت وزيرة الصحة المصرية تغير نظام التكليف للأطباء المصريين نظام وحطت نظام جديد النظام ده بيعتمد على ما يسمى بالزمالة المصرية الزمالة المصرية اللي كانت بتستوعب في السنوات اللي فاتت عشرين ألفين فقط من الخرجين أو من الطلاب الخرجين والأطباء الجدد قررت الوزيرة ترفعهم لأكتر من تسع تلاف طبيب الوزيرة كمان هتبدأ تدرب الأطباء في مستشفيات غير مؤهلة الوزيرة كمان هتفرض على الأطباء تخصصات بعينها بعيدا عن الإمكانيات وبعيدا عن القدرات الخاصة وبعيدا حتى عن تطلع الطلبة والأطباء ليتفاعل العشرات الألاف من الأطباء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار التكليف الجديد لوزارة الصحة تحت مجموعة من الهاشتاجات تصدرت الترند في مصر هشتاج أطباء تكليف مارس 2020 وهشتاج وزارة الصحة تحارب الأطباء وأخيرا مش هنسجل على الجديد رضوة بتقول ما هو مش كل واحد فاضي هيحط نظام جديد فكر فيه بدون أي دراسة هو بيتفرج على المسلسل ويقولك يلا نجربه على أطباء تكليف كفاية عك بقى سوتوا عشتنا ميادة أيضا بتقول يا جماعة احنا مش عايزين حد يسقف للجيش الأبيض ولا حد يعمل أغاني احنا أصلا مش وغدين على الحاجات دي احنا عايزين نتكلف عن نظام الأديم ناس بسيطة ومش طمعين أما أحمد صابر بيقول البلد بتضيع بتضيع وأكتر ناس بتضحي هم أطباءها ومع ذلك أبو 50% مش عايز يديهم حقهم وما زال الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون رفضهم لهذا التكليف الجديد يريدون العودة إلى التكليف الماضي أو القديم يريدون أيضا مش عايزين زي ما قال صاحب أحد التغريدات مش عايزين حد يسقف لنا ولا عايزين حد يعمل لنا تعظيم سلام ولا عايزين أغاني احنا عايزين معاملة كريمة عايزين معاملة كويسة عايزين ناخد حقنا مش هنقول بقى ياخدوا حقهم زي الجيش مش الجيش الأبيض ولا زي الشرطة ولا زي القضاء ياخدوا حقهم على أنهم بيحاولوا وبيضحوا بنفسهم عشان يحموا المصريين ترجمة نانسي قنقر